السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين القناة بيتر ريفي للدواجر والزراعة إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية اليوم حلقتنا عن طريقة زراعة السجاد داخل المنزل بطريقة سهلة ومضمونة كتير يعني زراعة بالأقلام أنا هاي زراعة زراعة بالقلام ولكن هلأ انكسرت مع ابني رح أزراعها وفرجيكم طريقة زراعتها بطريقة كتير سهلة سهلة ومضمونة بإذن الله إذا لقيتوا الفيديو منيح وعجبكم لا تنسوني من الإعجاب والاشتراك أصدقائي طريقة زراعتها سهلة كتير شايفين هلا هذا كان هون من هون انكسر كان بهاي كانت هيك هاي النبتة وانكسر مع ابني أنا قبل هالمرة زراعة من الأقلام هاي كمان انكسر شوفوا كسافة الأوراق اللي فيها شوفوا نجاحها شو حلو كتير كانت ناجحة هلا شو منسابي نحنا إذا انكسر عنا غصن أول شغلة بدنا نخفف من الأوراق لحتى يصل الغذاء للكامل يصل الغذاء للقلم كلياته لأنه إذا خلينا الأوراق نفسها نسبة نجاحها كتير وضعيفة بتكون لو كان في ضمن هذا القلم أغصان مثل الصاق بإمكاننا نزرعها أما هاي ما بتنجح أوراق ما بتنجح زراعتها ولكن إذا كان في أغصان هلا هون كان هيخلف غصن هاي المنطقة كان هيخلف غصن كان بإمكاننا نحنا ناخده ونزرعه ولكن بابين نزرع غير هذا القلم خففنا خلينا منها شايفين الأوراق الصغيرة ونخليها والأوراق الكبيرة منقوم بقصة شايفين بهذا الشكل ومثل ما هي مننزلة بالتربة شايفين مثل ما هي بالتربة مننزلة بإذن الله خلال يومين أو ثلاثة أيام بتلاول الأوراق دبلت نامت الأوراق هذا الشي ما بيخوي لحالة تستعيد نشاطه خلال أسبوع بترجع بتشد بترجع بتقوى أنا من كاب يوم من المكحلة هذيك طالعب التصوير المكحلة المكحلة الغصن معي وساوت مقطع فيديو من ثلاثة أيام وزرعته هناك نجح كمان وفي طريقة زراعة المكحلة موجودة كمان ضمن قناتي أصدقائي إذا لقيت الفيديو هذا مفيد واستفدتم منه لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب وهيك بتكون إن شاء الله خلصت حلقتنا ترجمة نانسي قنقر